هلاو للكلش يكو موكو اليوم راح نسوي اطيب عصرونية او وجبة تنفعنا لجوع اخر الليل كل اللي نحتاجه خمراء وشكر ومي يكون دافي خلطتهم مع بعض وبعدها ضفت عليهم اللبن الزبادي ويا الاليف اويل وتركتها تدفاعل مدة عشر دقائق بعدها ضفت عليهم الطحين ويا الملح وعجنتها كل جزين وغطيتها وتركتها بمكان دافي مدة خمسة واربعين دقيقة هذا شكلها بعد متحدد خمسة واربعين دقيقة العجينة كانت كلش ممتازة وسهلة بالاستخدام قطعتها على شكل كرات وتركتها ترتاح اذا تلاحظون اني ما نقعت ايديا ولا استخدمت اي اويل مجرد طحين فردتها او خبزتها على الطبخ على درجة حرارة متوسطة راح اسوي قسمين هذا القسم الاول هذا الخبز بعد ما كمل والقسم الثاني عندي الخبزة اذا تشوفوه تبدي يطلع البابل او الفقاعات خليت عليها الزيت والزحتر وتركتها تستوي وهذا شكلها وهذا بقيت الخبز بعد ما كملنا دهنته بزيت الزيتون وحشيته بالجبنة المالحة والبقدون استقدرون تحشوه بايشي تحبوه جربوه بالعافية اشتركوا في القناة